أو أنتوا شغالين على أي محور عشان نلغي فكرة قايم الانتظار؟ طيب، أولاً إحنا فيه كذا حاجة شغالين، كذا سيسم شغالين بيه خطة قايم الانتظار كان لازم أن احنا نوصل مسلزمات والخدمة الطبية للمستشفات بطريقة صحيحة ونوفرها، ده كان مشكلة من مشاكل المشكلة الثانية كان مفيش تنظيم في موضوع التأمين الصحي ونفق الدولة ده زمين بيسكلي قاعدة البيانات كمان وعدم وجودها كان مؤثر الفكرة دي مش كانتش موجودة كنا نفتقر جداً الفكرة دي في كل حاجة بقى في المنظومة عند حاجات من أول التعداد بتاع المرضى التعداد بتاع المرضى اللي عندهم دلوقتي احنا شغالين يعني من الحاجات نحن سعيد السعيد ده ما كانش بي ما فيش أي خدمة بتقدم له حاجات غالباً يعني هكذا كنت لست بكلمني على مريض من شوية على حالة معينة ده ممكن يكون حاجة من الحاجات دي كان ورقه جنزة وقاعد لمدة ست شهور عنده وعايز يعمل جراحة في القلب يعني همش عايز حاجة ده مشوارد أصلاً يحصل للوقتي وللأسف قاعد ست شهور وتوفاه الله ما أنا بقولها ده مشوارد لأنه يحصل للوقتي لأنه احنا مهتمين القيادات السياسية الفكرة بتاعة 20-30 الرؤية السياسية بتاعتنا كلها ودي معايا الوزيرة طبعاً كل شوية بتضربنا على الحاجات دي وبتؤكد على حثنا في ليها يعني أي أوكي فال رفع المعاناة عن الشعب عموماً وعن المريض المصري دي حاجة مهمة جداً أني أوفر كوادر جيدة في الأماكن الصحيحة وأن المريض بطريقة صحيحة للمكان هو ده أهم حاجة هو ده إزاي المريض ياخد الحق بتاعه وبسرعة فده أول حاجة بتحاول برضو تتغلب على فكرة نقل المريض من خلال اللا مركزية الحق يعني تفضلت بالحديث عنه لأن المريض كان ممكن بيسافر وبيقطع مئات الكيلو مترات عشان يكشف أو يتعالج أو يعمل جراحة بالضبط ففي الصعيد الحمد لله يعني طبعاً وده لا استرقى مش كبير وإن شاء الله يبقى أحسن أعدنا 60 ألف حالة في الصعيد الحمد لله وده ما كانش وارد يعني إحنا كفريق بنراجع على طول عندي فريق جودة في المركز بيتابع المريض بعد ما بيمشي مش بس أنه هو عمل عملية خلاص باي باي كده لا هو فيه بعد ما بيمشي بنتابع على طول إيه الأخبار بتاعته بذات قوقعه مثلاً فزراعة القوقعه دي بنوعد بعدها سنتين بنتابع المريض أخباره إيه كويس تمام مكلفة كمان يا دكتور بوتالي جداً كل الحاجات دي مكلفة على الدولة حاجاتك إحنا عدينا الخمسة مليار تكلفة على الدولة عدينا الخمسمية وخمسين ألف عيان مريض اتعامل الجراحة بتاعته خلال الفترة اللي فيه من 2018 لحد الوقتي احنا دلوقتي حالياً الحمد لله يعني بعد الكورونا وكانت الموضوع صعب شوية منه القرانيات مثلاً كان عندنا مشكلة في القرانيات لأنه ما فيش استيراد حارك عارف الحاجات دي بنستوردها طبعاً فرجعنا بقوة كويسة ميت قرانيات حد دلوقتي تعملوا خلاص قراءة دي الشهر اللي فات الحمد لله من ساعة ما رجع الاستيراد يعني الكورونا برضو عطلت الموضوع الاستيراد ما فيهاش كلامي ودلوقتي عملنا فوق الميت حالة صفار وجاي بنطلب على طول فيه اجتماعات على طول مع هيئة الشر الموحد علشان توفير المستلزمات إنها ما تبقاش نقصة في أي مستشفى اشتركوا في القناة